السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه النهاردة فراخ محشية بالتدبيلة السرية شايفين لونها شكلها الرز مفلفل واللحمة بتاعت الفراخ مستوية وزي الفل شايفين الجمال طحفة جدا حاجة كده مشرفة تنفعك في اي عزومة هتشرفك وبجد الطعم رهيب بصوا الرز قد ايه مفلفل مش معجن ولا حاجة والفراخ مستوية واخدة لون رهيب ما شاء الله بجد ما شاء الله طحفة جدا يلا بينا بقى نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي شوفوا المقادير ونعرف مع بعض طرقة التحضير عندنا بقى فراخ حشو دي فراخ كده بجيبها من عند الفرارجي الوزن بتاعها بيبقى حوالي كيلو مش اكتر متنظفة ومخلينها زي الفل تمام هجيب بهارات الحداشة بوهار من كنور ده بوهار جديد منزلينه كنور حداشر بوهار طبعا حلوة قوي ورحته مش قادر اقولكو جميلة قد ايه هتابل بيه الفراخ جوه وبره تمام هايل هدعك بقى الفراخ كويس قوي من جوه ومن بره ونسلق كده الجلد علشان نقدر نحشيه تحت الجلد وبالراحة عشان ما نقطعش الجلد بتاع الفراخة ونطبل السدر برضو من جوه تمام شايفين سلقت انا خالص كده الجلد من اللحم وتابلت الفراخ كويس وهسيبهم كده على البال مع ملء الخلطة اللي هنحشي بيها الفراخ حط معلقتين زيت معلقة سمنة وهسخنهم كويس قوي وهحط الرز كل فرخة بتاخد حوالي كبية لربع من الرز يلا شوحي الرز كويس قوي عايزين نشوحه ونسخنه كويس قوي علشان يفلفل معانا وما يعجنش وهنجيب الكبة هنحط فيها بصلايا وطمطمايا وثلاث فصوص طوم وبكت من 11 بهار تمام واحط بكت تاني علشان انا عاملة 3 فرخات واحط مرأة فورية هتدي طعم حلو جدا للرز هضربهم كلهم في الكبة زي الفل شايفين الخلطة رهيبة والبهارات مديلها بصراحة ريحة حلوة قوي وطعم لزيز زي ما نشايفين الرز خلاص اتشوح التشويحة تمام سخن وبقى مفلفل جدا هنزل عليه بقى الخلطة اللي احنا عملناها في الكبة البصل مع التوم مع الطماطم مع البهارات الحداشر من كنور والمرأة الفورية وقلبي بقى كويس لغاية ما كلهم بقى ايه يمتسجوا مع بعض كده ويدونا الريحة والطعم التمام والبصل يبتدي يدبل ورحة التوم تطلع هزبط الملح بتاع الخلطة الله بجد لا بجد تحفى هدي بقى ايه حوالي لو هعمل مثلا كباية لربع من الرز هحط لها تلت كباية مية ده الكل كباية لربع من الرز تمام على حسب بقى هتعملي كم فرخة خلاص تمام غطيت وهديت وسبت الرز كده بقى تلتين سوى لسه في العقدة زي ما بنقول ومفلفل وجميل جدا هركنه بقى على جنب وتعالي بقى هاتي معلقة سامنة خليها تسخن كويس قوي والكبدة بتاعت الفراخ هنقطعها صغير ونبتدي نشوحها بحب أشوح الكبدة الواحدة محطهاش ناية في الرز علشان ما تزفرش الرز معانا قال لي بي كويس قوي الكبدة اديها رشت بقى ملح وفلفل وقرفة وتمام كده قوي هايل خلاص الكبدة استاوت والدنيا تمام دلوقتي أقدر أن أنا أضفها على رز الخلطة بكل سهولة هتدي له طعم لذيذ جدا كمان ممكن نضيف شوية زبيب ده لو بتحبوا طعمه مع الرز ما بتحبوش ما تحطوهوش الخلطة دلوقتي جهزة معانا هحط لها الزبيب زي ما قلنا اختياري هقلب الخلطة بردت والدنيا تمام يلا بينا بقى نحشي الفراخ وهنا هجهز الصينية بتاعتنا اللي هنسوي فيها شريح بصل وطماطم مجزر ورق لورة مستكة حبهان ملح وفلفل بس كده وتعالي بقى نحشي الفرخة من فوق تمام لو تحت الجلد وما تقطريش قوي علشان ما تتفتحش معاكي نحشي جوه كمان الفرخة من جوه زبطي بقى الدنيا كده ووزعي الحشوة كويس ونزليها لغاية الرقبة تمام حلوة قوي كدت فيها بقى بصوا الحشوة نزلتها في الرقبة كلها اهي هيل حلوة قوي كده يلا نكدت في الفرخة ونحط لها القناصة نقفل بيها مش هنخيط ولا هنعمل حاجة لان هنسوي كمان بطريقة جديدة تعالي بينا بقى يلا خلصنا خلاص نضفناها من اي رز زيادة عليها هكمل بقية الفرخ بتاعتي وهحط بقى هنا كباية من المية المغلية على خلطة بقى الخضر اللي محتوط تحت البصل والجزر والطماطم والبهارات الورق اللورة والحبهان والمستكة والملح والفلفل وغطي كويس بورق زبدة وبعدين ورق الومنيوم والغطة بتاع الصينية كمان حكمت عليها الغطة وما شاء الله لا قوة الا بالله يلا نشيل بقى طحفة جدا جدا يلا بينا ندهن دهنة خفيفة كده باللبن وندخل الفرن تحت الشوية الفرخة تقعد قد ايه الفرخة تقعد ساعة ونص ما تكتريش عن كده عشان ما تفتحش معاك بصوا الجمال شايفين رهيبة ما شاء الله بجد شكلها ولا اروع من كده طحفة جدا جدا طريق التسوية كمان مخليها كده متشبعة بالطعم بتاعها ما تسلقتش في ميا ولا الكلام ده كله طحفة حتى لو فتحت معاك فهي محتفزة بشكلها علشان مش مغمورة في ميا بصوا الجمال بجد طعمها رهيب صدقوني هتجربوا الطريقة وهتدعو لي يلا جربوا بقى وقولولي رأيكو ايه هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتسعدني كمان ما تنسوش تعملوا بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب وفعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات اول باول اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته